رشا سلمين فنانة تشكيلية ومؤسسة ميررز باي رشا واليوم رح نحكي عن جديد رشا اللي بتجمع بين المرايا المحفورة والفنون التشكيلية بالجملة وتستعرض مشاركتها بمعارض متعددة إلى جديدة بموسم السان فالانتان أهلا وسهلا فيك رشا مجددا أهلا وسهلا فيك ياهلا رشا رشا خلينا نذكر هيك المشاهدين حبك لهيدا الفن الراقي فينا نعتبره أكيد كيف ولد؟ هو أول شي اللي أفسر شو الكونسبت لمررز باي رشا هن عبارة عن مريات محفورين على الإيد أنا بحفرهم طبعا كل مريات بتختلف عن التانية بالديزاين أو بالسايز أو بالكولورز يلي منستعملها البداية كانت عبارة عن هواية تعلمتها بآخر سنة دراسية لقلب المدرسة كان في عنا ساعة أشغال يدوية آخر الأسبوع وأنا بعدين طورت حتى وصلنا اليوم لمررز باي رشا الوالد كان من مشجعينك رشا ودايما هو اللي دفع شيك أنك تعمل ميررز باي رشا ودايما يقلك أنك أنت شاطرة بالحفر على المراية اليوم بس نحفر على مريات رشا وداي بتاخدك وقت وداي عم بتكون كاستمايز بالنسبة للتشجيع كان صراحة من الأهل كلهم غير أنه الوالد حتى عند الأصدقاء المكرربين كانوا مدعمين لقلي بالنسبة للوقت قدا بتاخد تقريبا بين الأربعة والخمسة أيام دايما أنا بعطي شوي مارش وقت لألي زيادة لحتى كون فيها دقة أكتر وبرفكشن مثل ما بيقولوا أكتر هلا هي فينا نخلصها أقل بس أنا دايما بعطي المارش بين أربعة وخمسة أيام شو الصعوبة بهيك نوع من الفنون؟ الصعوبة بتكمن أنه ما فيك تغلطة باللمراية لأنه أنت منك عم ترسمي أو عم تكتب بطريقة تقدري تمحي بمجرد من حفرت قشرة المراية وصلنا لمحل أنه خلص ما بقى في طريقة رجعة فبالتالي الغلط مش مسموح كرمال هيك بتأنى كتير بالشغل كرمال هيك بعطي وقت زيادة لنفسي لحتى تكون الكاملة يعني ملا فيها ولا غلطة حلو أنه بتعطي كل الوقت يمكن عن جد ليكوني شغل على بيرفكسيون راشا بدنا نحكي عن عيد الحب سان فالنتان جاي هلأ تقريبا بعد أسبوعين نحنا بنعرف أنه هو أوقات الكدويات بتكون هيكة رمزية رمزية شو عم بتقدمي لكل العشية من محفورات على المراية؟ هلأ هي أكيد أنا دايما أريكمان أنه تكون الهدية رمزية على عيد الحب وخاصة إذا عم بتخسيه للشخص بشي كاستمايز له هلأ الأوبشن موجودين كتار فينا نحفر صورة الشخص يلي منحبه أو البنت يلي منحبها سابريتلي أو فينا نحفر صورتنا مع بعض إن كنا قبل مجوازين خاتبين وريفير بينحفر كمان صورة وجه قبل مع بعضهم نحنا بس علينا نعطيك الصورة تعطين الصورة إكزاكلي تكون بورتري للشخص قريب للوجه لقدر إخد ملامح الوجه ببعض أكيد قبل البريفيو هو نفسه بنحفر على المراية طبعا فينا نرفقهم بمراية تانية صغار مثل عنا I love you مثلا بحبك أو بحبك أو حتى عنا هون جتام هو اللي بيرفقوا مع المراية الأساسية وفينا نخدها هي أز إز مثل ما هي كهدية حتى فينا نحفر الأسمين إذا ما بدنا نحفر الصور فينا نحفر الاسم اسم الشخص لحاله أو الاسمين مع بعض يعني اكس عند اجراغ أو الف ويا كمان هيدي اتن اوبشن فهايدي بتكون هدية يعني مثل ما بقوله لايف تايم أبادية صح وكل ما شايف الشخص اللي بتحبيه أو بحبك حيتذكره أوك شو أهدم فكرة انطلبت منك؟ أهدم فكرة مرة حدا أعطاني شيء بدي أحفره كلمة هيك كلمة كانت كتير غريبة أنا 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 أو شيء هيك كانت أنا هم بحفرها I don't remember exactly بس كانت فيها هيك شيء هي سباة الجور يعني أول مرة أنه أنا كنت بحفر شيء هيك كانو شوي كوميك وايز شيء تاني I don't remember هلأ بالوقت الحالي بس في أشياء كتير حفرت غير أن هي مهضومة هي كانت تعيسة لأشخاص مثلا يكونوا رحلوا عن هالدني فكنت أيام عن جد أحفرها بطريقة من قلبي أحفرها للصورة خاصة أنه بعرف أدي الأشخاص اللي طالبينها مني تكون إلى معنى عندهم أده بيأثر هيدا الشغل على نفسيتك رشا بكل الأحوال أنا بعطي من قلبي لشغلي بس بهيك قصص أبكون عن بعطي شوي زيادة أوكي رشا انتبهت هيك كلمة بحبك I love you جتام وإلى آخره ما بتلاقي اليوم الحفر باللغة العربية بيعطي معنى أكبر يعني كلمة بحبك بتحسيها إلى وفنة عبيرها أكتر كل اللغات هي بالإجمال أصلا أنت لما تقولي لشخص بتحسي لما بتقليله كلمة بحبك إلا وتقطع إلا تقلى وخاصة نحن عنا الكاليغرافية باللغة العربية كتير حلوة يعني بمجرد ما شفت الكلمة قبل ما تقوليها رسمتها طريقة الكاليغرافية لإلا تجذبك قبل ما تنلفز مزبوط فبالتالي أنا كتير بحبع فكرة لما بحفر بالعربي بحس بيطلع أشياء كتير حلوة أكيد الأجنب حلو بس دايماً العربي الخطوط العربية بحط زيتها كيف بتنكتب صحيح بتحسيها هي الحالة رسمة فن صح الخط العربي بحط صح ومتل وقتها تعمل تطومة باللغة العربية بتحسيها أحلى بكتير من المية باللغة العربية راسا شو هي المراحل يلي بتقطعي فيهم؟ هلأ طبعاً أول شي بنا ننقل ديزاين حسب الديزاين ننتقل على إياس المرأي طبعاً في ديزاينات مختلفة ممكن ما نقدر نحفلها على إياس المرأي صغير نضطر أنه نكبر المرأي بعد هنا بيجي عنا مرحلة تخطيط تخطيط كل الشغل اللي المرأي بيكون من وراء لأنه في كتير ناس بيسألوني بيفكروا أنه أنا بشتغل من قدام هي بقتها ترمسي المرأي من قدام بعدها مرأي بس أنا كل شغلي من وراء فبيتم أول شي عملية التخطيط وبعد هنا بتتفرغ المرأي القشرة بتنشيل من بعدها منعبي هالفراغ يلي هو فينا نعبيه بالكولرز بالغول بالأسود حسب الديزاين قد يحمل والتنظيف والفريمينج آخر الشي لتكون المرأي يا منعلقها يا منحطها على التاولة يعني عنا التو أبشنز أنا بترك الخيار هو للكلاينت ينقل أبشن تعطي ذكرتها هلا فكرة لفتتني شوي الكادر الكادر قد يلعب دور وقتها بديك تقدمي وفينا نحط مرأي بلا كادر إذا نحن حبين مثلا أو ما بيمشي الحال بطريقة شغلي هو فينا أكيد ناخد المرأي بلا كادر بس أنا دائما برجح أنه يكون في الكادراج لسبب واحد كل شغلة بينحمة بالفريمينج يعني أقل هوا غبرة ماي بتدلها محمية المرأي بالفريمينج بالنسبة للفريم أكيد بيعطيها جميل يعني خاصة أيام نضطر استعمل أشياء شوي معتقة شوي فيها أنتيكيتي مثلا بعرض بالفريم أيام ديزاين بدو شي كتير سمبل سو الفريميج أكيد بيعطي جميل أكتر للمرأي ويعطي القطعة تقل أكتر كمان ويعطي القطعة 100% طب توسعت رشا أكتر وأكتر يعني ممكن تشتغلي مرايا بشكل صواني مثلا لأنه كمان كتير درجية كل شي وارد كل شي وارد أنا أرادية سبق عملت بوكس بيجي علبة مجوهرات فينا نحط على الوجه المراية فينا نحفر أي ديزاين أو حتى اسم إذا عم نهديه لشخص معين عنا سايزة مختلفة والبوكس أصلا بيكون عنده عدة استعمالات يعني مش ضروري يكون للساعة ولا المجوهرات فيكون سيفتي بوكس للشخص فكانت فكرة من الأفكار اللي اشتغلتها حتى عملت إشياء مثل صغيرة مثل سوفينيرات يعني عملت لأول إربانة كمان أسايزات صغيرة حتى للنيوبورن وللنيوبورن عملت أنا شي لنيوبورن عملت مثل ستيل هيك تي شيرت صغيرة مكتوب عليها الاسم والديتوف بيرث والوقت والوزن يعني هولي الاشياء نحفريت وتبقى للولد يعني لايكبر وانتبهي برجعة بقول أنه هاي شغلة بتبقى للأبد يعني مش هي رح ينكسئ سريع ينخزئ ينتزع أو وارفر طبعا مارد للانكسار بس ما ينتبهولها بلينكسر بس المريات ما تنكسر راشب ما بعرف في أوقات في المريات القديمة المعتقة المعتقة اللي بتتوارث يمكن من جيل إلى جيل من بيت أهلنا لبيتنا لبيت ولدنا إذا أخذنا لي كيها مع الكادر القديم متى أنت بتقدري تفكيها تحفر عليها وترجعي ترجعي لنا إياها أكيد أكيد وما بتتخيلي قدي بتطلع حلوي يعني أنا شغلة مريية عنديها بالبيت كمان مريية معطقة حطيت لها فريم كتير كتير يعني هيكي أنتيك عرفته إتي وان بيس عملتها ما عملت غيرها بس من الأمريات اللي جدا أنا اشتغلتها الحلوي اللي عن جد بتعطي جمال تاني يعني كومبليت لقد ديها لأشي فين هول قصص بس بعد على أجمل حتى إيفن فينا نستعمل غير لون السلفر فيه لون مريية شوي بيجي على فمية أكتر على روز كمان هو اللي كله بينشغل عليه يعني ما في مشكل أبدا فيه تعرفي مثل هيدا المريية مع الكونتور أو الكادر الأنتيكي اللي عم تحكي عنها ممكن تكون ماستر بيس بالبيت يعني ممكن يكون البيت كتير مودرن وهيدا المريية بتكسر كل شيء بلاشنا نشوف صور معك ومع المشاهدين رشا حبة أنا أذكر كل المعارض اللي شاركت فيها ومنهم معرض البترون يلي أكدت ضج فيه كتير مضبوط هيدا كان معرض البترون هيدا السن اللي مرأيت كان بديسمبر كان لنهار واحد بالبترون بمناسبة كمانا سيقابة بوقتها كان عيد الميلاد وكان عندي كولكشن لنوال منازلتها بهيدا المعرض طبعا بإضافة كان عندي كذا مشاركة بكذا معرض بهيدا الفترة هو دائما فترة الأعياد يعني أنا بحب شارك فيها بالمعارض لسبب واحد بحب أنه فرجي البروداكت لايف للكلاينت يعني قدمة تشتغلي على السوشيل ميديا السوشيل ميديا ما بتعطي حقه فبتحس لما زبون يشوف الشغل قدامه يلمسه بإيده غير كومبليت لما يشوفها ديجيتل وايز هوني كتابعا عم نشوف كمان من أعمالك رجال هاي لالفالنتان كولكشن يلي عملته القلوب واضحة أصلا يعني هوني مثل كابل صحية وليكلهم معرضين عنا بالستوديو عفكرة مزبوط موجود كمانا هايدي بحبك أو بحبك وربر هوني هيدا الإييس المستعملته هو عشرين بخمستاشر سنتيمتر فينا نعمل 30-20 فينا نعمل أكبر 30-40 وبعد فينا نعمل يعني طالما أنا قادرة أحمل المرأة واشتغل فيها عم بتراعي الأسعار راشا بهالظروف الاقتصادية؟ أكيد أول شيء الأسعار جدا مدروسة أفوردابل للكل بشكل أنه أي شخص ممكن يأخذ أوردر من عند ميررز بايراشا لأنه الوضع هو على الجميع كل اللي عم بعمله إني بس عم بعطي حق للمرأة وحق الشغل اللي هي موجود فيها من أسعار مبالغة أبدا أي شخص في يأخذ أوردر من عنده حسب الليفل يعني كل النفو إجمالا بيقدر ريتا أدباتريك؟ هيدا كمان عاميروار؟ هيدا أما باين مرأة هلأ حسب التصوير المشكلة إنه لما بتصوري أيام ما بتقدر كتير تعملي يعني أنا بجارب أكتر شيء أعمل رفلكشن للسقف طيبين شوي الباكراوند للمرأة هلأ هيدا كانت لقبل مجوازين جديد إذا ملاحظين بدل الأند استعملنا الرينجز يعني تكونوا ريتا أدباتريك وفينا أكيد نحط أند أو فينا نعمل باللغة العربية الكاليغرافي كمانا منقدر نتحكم فيها بالطريقة اللي بدنا تعرف ليه عم بتحايت أنه حطة اسم ريتا قبل باتريك يعني عادة بحط اسم الرجل أول شيء بيضا بحط اسم المرأة أنت عكسيون هالمرأة هلأ بس مش قصدتة صارحنا بالعكس نحنا مبسطنا مش قصدتة بس سيئة بيت إيه لفت حلوي راشا قدين عرفتي هلأ ذكرنا أكيد المعارض يلي طبعا بيساهمه كمان بهذا الموضوع وذكرت أن السوشال ميديا ما بتعطي حق للمرأة ويتش سترو طبعا بس قدين الانتشار كان واسع كمان عبر السوشال ميديا السوشال ميديا كتير لعب دور مهم اللي حتى أوصل اليوم لهالقد عدد من العالم حتى إيه للمعارض قد ما بتشتغلي عليها في فئة من العالم ما بتقدر يتوصل إليها فالسوشال ميديا بتغطي هالفراغ يلي ما قدرت توصل إلى فئة من العالم أول شي بلشت عبر الإنستغرام بعدين فتحت الفيسبوك ومش من زمان فتحت كمان على التيك توك وعم جاري بقدمة فيي ضلني أطلع حتى أنا احكي عن البروداكت لايف لأنه بتحس العالم قد ما شايفت البروداكت طالما أنت عم يسمعوك عم تحكي عنه بعد بتكوني قريبة أكتر عم تقدري تشرحي أكتر وفيه ديتيلز ما بتقدري تعرضيها إلا ما تحكي عليها كرميريك كمان عم بستغل هيدا الشيء اطلع بفيديوز حتى على السوشيال ميديا عم تعمل ديليفيري ورد وايد لكل اللي عم بتابونا يمكن من خارج لبنان بالدول العربية بالأخص كل مكان كل مكان يعني أمريكا كندا يس لهم عم بيصير في كتير أوردز برات لبنان كله أكيد عم بيكون عن طريق شركات بلبنان طبعا عم بتكون فرجيل عم بتاخد وقته بس أنه كله تسدو بال يعني بيبقى نقول لك يعطيك ألف عافية لا يعافيكم يا رب شكرا جزيلا